خلينا ننتقل بقى للأندية شوية طبعا ربنا يوفق المنتخب إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بإذن الله والمباراة اللي بعدها مع بوتسوانا كابتل حمدى الزمالك رأيك إيه صفقات الزمالك حتى الآن أو بداية الموسم وبداية فترة الإعداد الزمالك طبعا بيستعد للكونفيدرالية هيلعب مع البوليسي الكيني في الكونفيدرالية لقاءات دوري 32 وبعدين عنده الأهلي السوبر الأفريق 27-9 طبعا بتمنى للزمالك التوفيق في المباراة اللي جاية وبداية الموسم وكلام ده بس ما كنتش حابب إن بداية الموسم في الزمالك تبقى بالمنظر ده أو بالشكل ده إيه بقى؟ يعني إن أنت النهاردة أنت جيت في توقيت أو الراجل خلاص نظم نفسه يا كريم إنه حبتدي بطولة الدورة أنا بعيد والكاسة أنا هلعب بالناشئين وكلام ده كله يبقى أنت الطبيعي يا معيني هو ترتيب غلط أنا من وجهة نظر ترتيب غلط مليون في المية إن أنا النهاردة بعد مباراة النادي الأهلي اللي زمالك نسحب فيها وإن أنت خسرت مباراة المصري فأنت خلاص كنت بعيدت عن بطولة الدورة وخصوصا أن أنت هتلعب كونفيدرالية لأن أنت حامل اللقم ده طبيعي كنت أنا ممكن أدي راحة اللعبة كبيرة وراحت أنا كمدير فني جومز في الفترة بتاعة الدورة العام لأن المركز في الجدول مش فارق معايا خلاص في حاجة كان التوقيت ده وخصوصا أن أنا أديت لعبة كتير ناشئين في التوقيت ده ويمكن عراقي شاركني في القصة دي فأنت النهاردة التوقيت ده اللي أنت كنت تقدر تاخد الراحة فيه كمدير فني وكلعبة كبيرة واجي قبل بطولة الكاس اللي أنا أقدر أن أنا أحققها أبتدأ قبل بطولة الكاس لعبة الكبيرة ترجع ونرجع من الأجازة بتاعتي واستعد بكوة لبطولة الكاس بطولة الكاس يا كريم لو زمالك كان حققها كان قدر أن هو يدخل الموسم الجديد بدون أي ضغوط أن أنت تبقى داخل واخد بطولة وكلام ده كله كنت هترايح جماهيرك هترايح مجلس إدارة هترايح الكلام ده كله لكن أنت لما خسرت كاس مصر بالشكل اللي أنت خسرت بيه وطلعت بيه من البطولة أنت زودت الضغوط أكتر دي حاجة تاني حاجة النهاردة أنت النهاردة فكت القيد في وقت متأخر جدا ما أنا كان ممكن أن أنا فك القيد قبلها لأن المبلغ اللي كان موجود على نازة مالك لا يتعدى ستة مليون جنيه على معطاقب فالنهاردة مش اللي هو المبلغ الكبير فأنت النهاردة جيت في وقت قبل القيد على طول آه الفترة مش هتقول لي أن أنا لما حفوقك القيد النهاردة نحاية بكرة لأ أنت كنت تقدر تعمل تعاقدات وتقدر تدي نفسك من الوقت لكن لما الكاف كمان مد القيد بالنسبة لأن أنت اللعيبة عندك تلعب للسوبر والكلام ده كله أنت في بعض اللعيبة النهاردة كنت ممكن تلحق تجيب البطاقة الدولية بتاعتها لو أنت فكر القيد بدري عن كده يا كريم ويقدروا يلعبوا معاك من الأدوار التمهدية في أفريقيا لكن أنت خلاص بيتمقتر أنهم يلعبوا معاك من دور المجموعات مشكلة كابتن عبدالواحد سيد برضو النهاردة كمدير كورة وبداية موسم والاستقرار والرغي الكتير أن أنا النهاردة كمان أول يوم معسكر لي المفروض أول يوم معسكر للسفر يتأجل لتاني يوم أن أنا ما سافرش النهاردة وسافر تاني يوم أن أنا أبقى محدد مباراة الودية وأول مباراة بالنسبالي أختلف أن ألا حلعب هنا ولا حلعب هنا فيش حد في الدنيا كلام دي كلها ترتبات موجودة مبادر فيش حد لخبطة إدارية كده لخبطة إدارية وتنظمية وتنظمية فعشان كده يعني خلاص إيه فيه بقى الصفحات دي والرغي النهاردة والمشكلة اللي حصل لا النهاردة أنا مش حابب أتكلم لأنه مش نازة مالك اللي يحصل فيه الكلام ده نازة مالك أكبر من الكلام ده بكتير ومش حابب أتكلمي أنا في الموضوع المشكلة اللي حصلت النهاردة لأن المفروض النهاردة دي قايمة موحدة القايمة موحدة كلهم كماجلس إدارية وهم المختارين بعض وأعضاء نازة مالك كلها راح تقتار ممكن يحصل اختلاف عادي بس ما نوصلش للليحنا بنقرأ و بنسمع الكلام ده كله لكن هي خلاص اقفل القصة دي ونبتدئ نساند نازة مالك في الفترة اللي جاية نازة مالك مقبل على ماتشين في طولة أفريقيا وعنده السوبر الأفريقي والكلام ده كله من نواحي الفنية رأي يا كيف الصفقات بقى بينتيك المغربي وعمر فرج الفلسطيني اللي جاي احنا طبعا اتفرقت على فيديوهات بس لي وبيبونزيا ده اللي هو اللعب الجمهور لسه طبعا ده لسه مخلص بنسبة 100% لكن أنا اللعبة دي أنا عمل أقرأ عنها أشوف الترانسفير ماركت والكلام ده كله كويس لكن المردود بتاعها أنا لسه ما عرفش هل هو النهاردة مردودهم مع لعيبة نازة مالك هل هيعملوا الفرق هل هم فعلا لعيبة عندها الشخصية الدولية والكلام ده والاحتكاك وخصوصا أن أول مباراة اليوم هتبقى مباراة السوبر الأفريقي قدام النادي الأهلي اللي عامل تدعمات كويسة جدا وأسماء كلنا عارفينها وكلنا عارفين اللعيبة اللي انضمت للنادي الأهلي والنادي أصلا عنده سكوات قوي أنت كمان قويته باللعيبة اللي انضمت لكن الزمالك لغاية دلوقتي أنا اللي سمعوا اللعيبة اللي انضمت أنا سمع أن هي لعيبة كويسة المردود بتاعها مردود كويس لكن درجة تفاعلها مع الزمالك وشخصية الزمالك والضغط الإعلامي والجماهير والكلام ده لسه حدش جيخر بنتاج ده ولعب يتمرن تابرنتين ولعب ماتش ودي شوط معادي خلي بالك لسه اللعيب عمر فرق هيجي بعد متخف فلسطيني خلص لما جبت بن شرق الجمهور ما كانش يعرفها لما جبت وناجم الجمهور ما كانش يعرفها كل اللعيبة دي لما لعبت بان الشخصيات هيعملة ازاي او مردودة عاملة ازاي معنا الزمالك فعشان كده بقولك أنا المردود الفني بتاع اللعيبة دي هو الكلام عنها كويس والعرقام بتاعتها كويس لكن النهاردة مدى انسجامها وطريقة اللعب مع جوميز ومجموعة اللعيبة اللي موجودة لكن في نفس الوقت هو هيقوّل سكوات بتاع زي ما كان سكوات زي ما يضعيف سامسون إكنولا قالوا انه خلاص يعني بيحاولوا يتفقوا بشكل كبير انه هو ما يبقاش موجود مش موجود ما هو أنت النهاردة في صفقات تانية عندك علم بيها أنا سمعني في صفقة تالتة في صفقة تالتة خلال ساعات حيبتدي مين لا ما عرفش مين بس أنا يعني في صفقة تالتة قريبة جدا انها ممكن تحسم لنزم عايزتوا لحاجة على الزمالك لا يعني الله يكون فعال الزمالك بصراحة يعني آه فعلا يعني برضو مش فامل خلافات ليه وصلة لكده واضح برضو ان فيه علاقات توطر بشكل كبير في فترة الأخيرة لان المجلس زي ما قال كتر حمادة ومجلس مفهود انه هو مجلس منساجم ومجلس مفهود انه هو جاي يعني عارف بعضه جايين بشكل كويس عندهم مشاكل كتير قوي مفهود انهم يركزوا فيها أكتر من تركيز مع بعض يعني اللي هو مواضح هم مركزين مع بعض زيادة على الزم ولكن برضو الله يكون فعال عندهم من شكل كتير عندهم قرس قوي جدا او قرس صعب جدا بصراحة ورسوم من قبل كده فبالتالي ان انت تفوق القيد المرأة اونيكا صعب جدا تفوقوا المرأة دي برضو بشكل مختلف ان انت تدخل تواجه الاهلي الاهلي عنده سكوات قوي جدا وبيجيب صفقات بشكل قوي وسهل ان ان انت بتعمل ايه زي بيقولوا انت بترمم بس يعني الاهلي بيرمم بس انا شايف ان زمانك محتاج يعمل خبر معلش بقطعك قال لك امام عشور اتعور في التدريب في ركبته وحيخرج من المعسكر المعسكر المنتخب اه مش هيكون في تمامين النهاردة يعني اه في تدريب النهاردة الف السلامة طبعا على امام عشور يعني على عيب كبير طبعا العيب مهم ولعيب مؤثر يعني زي ما كنا بنقول حظ جازفاني منتخب حظ سيء محمد عدم عشور لتنين اللعيب اللي يحملون عليهم لهم محسن عيب في مصر لا موضة برضو خفضة لقول يا كريم لعدم الجاهزية اه صحيح طبعا محمد عشور برضو خطة ايه جات له كدمة خطة خطة انا بتكلم ان انت النهاردة لو انا جاهز وفت ووقف على رجلي مش هتتعاور بسهول مش اي اصابة اتأثر فيه صح فهي قصة دلوقتي ان الزمالك لا عنده مشاكل كتير النهاردة محتاج ان هو يدخل مع الاهلي الاهلي زي ما قلنا عنده اسكوبات قوي جدا جايب صفقات قوية جدا فبالتالي السوبر الافريكي كمان يعني الجمهور يكون مركز مع جدا جدا مع نادي الزمالك ومش هتقبل اي خسار الجاي خصوصا الموسم الكارسي اللي خلص بالنسبة لنادي الزمالك فبالتالي عايزين يعوضوا في الموسم الجديد فبالتالي الموضوع صعب بالنسبة لزمالك ولكن برضو اسم الزمالك اسم كبير وعتقد ان هو اسمه برضو جذاب للعيب نهاردة لو فيه تركيز شوية عايز اقول بس ايه مش كل لعيبة على فكرة اللي انت تقول ده نجم كبير وجيبه هو اللي يعمل فارق في اللعيبة على فكرة بيكون جايبهم وبيكون لعيبة عادية جدا وبيصنعوا الفارق زيه وسامة أبو علي وسامة أبو علي على فكرة ما كانش حد يعرفه وسامة أبو علي ما كانش حد يتوقع تماما النجومين اللي هيعملها في النادي الأهل في اللعيبة كتير كان جاي أسماء كبيرة ونجوم كبيرة ومعملتش حاجة سواء مع الأهل أو مع الزمالك فبالتالي إدارة زمالك تقدر ولكن لما بس يكون فيه وحدة للصف ويركزوا ان هما يخدموا نجز زمالك في فترة جايب